مرة أخرى وتانية خلال عامين تعود جولة إعادة انتخابات عضوية مجلس الشيوخ بولاية جورجيا إلى صدارة المشهد السياسي الأمريكي انتخابات جورجيا تكتسي أهمية خاصة في حسابات الجمهوريين والديمقراطيين هنا بالعاصمة واشنطن بصفة عامة وداخل مبنى الكونغرس بصورة خاصة إنها المرة الخامسة التي أدخل فيها سباقا انتخابيا خلال أقل من عامين ودائما ما أسمع نفس الأصوات والأوصاف في حقي لذلك أقول أن ذلك هو ما يظهر حقيقة التزام بهذا الوعد لا يشعر السيناتر واللوك بالتعب كما يقول وكذلك حزبه الديمقراطي الذي يدفع بأقصى أدوات قوته لتعزيز الفوز الذي حققه بمجلس الشيوخي في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لأن مقعد جورجيا سيعزز سيطرة الديمقراطيين ويحررهم من تبعية التعامل مع صوت السيناتر عن ولاية فرجينيا جون مانشيل كما حدث في العامين الماضيين تطلعات الجمهوريين كبيرة هي الأخرى بعد تحقيقهم الأغلبية في مجلس نواب ما يجعل سباق جولة الإعادة في جورجيا محوريا بالنسبة لهم ليس فقط على مستوى مجلس الشيوخ ولكن في سبيل تعزيز شعبيتهم في الطريق لانتخابات الرئاسية القادمة لأولئك الذين لا يعرفونني أخبرهم أنني وردت هنا في فرجينيا وأعرف جيدا كيف أفوس بهذا المقعد الاختلاف بين الحزبين هو في استخدام الرئيسين السابقين في هذا السباق ففيما أعلن عن مشاركة الرئيس السابق باراك أوباما في تجمعات المرشح الديمقراطي أعلن غياب الرئيس السابق دونالد ترامب عن تجمعات المرشح الجمهوري تفاصيل هذا السباق الانتخابي تحدث بالكامل بولاية جورجيا لكن تلك الحسابات المرتبطة بها تحدث بالكامل هنا في واشنطن الديمقراطيون يعتقدون أن المسألة لا تتعلق بمقعد نيابي واحد بل تتعلق بمستقبل العامين المقبلين من عمر إدارة الرئيس بايدن وربما بما بعد ذلك والحسابات في الجهات المقابلة لدى الجمهوريين لا تقل تعقيدا عن ذلك لذلك يقول مختصون هنا في واشنطن أن السباق الذي يرتبط بمقعد واحد هو المحدد لمصار بقية الخمسين مقعد وبالنسبة للحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ رابح فلالي الحرة واشنطن